نيوتروفيليا نيوتروفيليا هي عبارة عن زيادة عدد النيوتروفيل داخل البلودستريم زي ما هو باين في الصورة اللي قدامنا بنلاقي عدد كبير جدا من ماتيور نيوتروفيل موجودة في البلودستريم داخل المعمل وبعد ما بنعمل الـ CDC وبعد كده بنقيم الـ Absolute Number الـ Asimophyll الـ Absolute Number اللي هو عدد النيوتروفيل اللي هو العدد بالآلات بنستخدمش الـ Percent في عملية لـ Increase أو Decrease في الليكوcytosis اي زيادة في الـ Absolute Neutrophil Count عن Normal Value بنسميها Neutrophilia أو Neutrophilic Leacocytosis وغالباً الـ Normal Absolute Count للـ Neutrophil بيبقى 7 كلاب و 500 Neutrophil Per Microliter اي زيادة عن الرقم ده بنسميها Neutrophilia أو Neutrophilic Leacocytosis Factor affecting Neutrophil Count في بلودستريم فيه مجموعة من الفاكتور بتأثر على Neutrophil Count بتقدر تزوده أو تقلمه أول فاكتور وهو الـ Production and Release of Neutrophil from Bone Marrow into the Blood في الحالة دي لو زاد الانتاج وRelease من البون مارو طبعاً بيزود Neutrophil Count في البلود وبعمل لنا Neutrophil الفاكتور الثاني وهو Distribution of Neutrophils between Central وال Marginal Neutrophilic Bool زي ما قولنا في الفيديو اللي قبل كده الـ Neutrophil بتبقى متوزعة ما بين 2 بول داخل البلود واحد بنسميه المارجنال والتاني بنسميه Central أي Distribution مجينة Central و المارجنال بيعمل Disturbance فيه الـ Count لو المارجنال Neutrophilic Bool تحرك وراح للـ Central بالتالي بيزود Central Neutrophilic Bool وده اللي احنا بنعده فيه الـ CBC عشان كده بيعمل Neutrophil الفاكتور الثالث وهو عملية From Blood into the tissue لو زادت عملية من الـ Blood to the tissue طبعاً بتأثر على الـ Count وبتقلل الـ Count فيه الـ Blood stream بينما لو قلت عملية الميجريشن ده بيؤدي لزيادة الـ Count الموجود فيه الـ Blood stream وبعمل لنا Neutrophilic أي تغير فيه التالت أسباب بيأثر على Neutrophil count Neutrophilia بيبقى لها أسباب كتيرة وفي منهم تلت أسباب رئيسية أول سباب وهو Excitement والسبب الثاني هو والسبب الثالث وهو الميجريشن الخاصة أو بنسميه ebinephrine Neutrophilia السبب الثاني هو كورتيكوسترويد Neutrophilia والسبب الثالث وهو الخاصة الميجريشن هندرس كل واحد منهم بالتفسير نعرف أسبابه وإزاي نقرق ما بينهم داخل الماء أول نوع وهو الخاصة أو ebinephrine أو بنسميه فسيولوجيك نيوتروفيلة ما بنشوف اللابرات رفاين اللي بتاعته بنلاقه فيه مايلد ماتيور نيتروفيلة ما بيبقاش فيه ليفت شاستي انها طبعا بتبقى مايلد نيتروفيلة الجسم ما بيبقاش في احتياج ان هو يطلع المتير سيلس من البون تمام بيبقى فيه لامفوسيتوزيس وريسروسيتوزيس وسرومبوسيتوزيس بينما الآثر سيلز زي المونوسايت والزينوفيل والبيزوفيل بتبقى فيه المورمال باليو الفسيولوجيك نيوتروفيلة بتبقى ترانزيينت معناه ان هي بتحصل لمدة فترة قسيرة جدا من 20-30 مينت لان بعدها بيحتفي المؤثر وبترجع كل حاجة تاني للمورم والفيسيولوجيك نيوتروفيلة دائما بتحصل في حالات والأكسرسايز والباركوريشن والمكانيزم اللي بتحصل عشان الفسيولوجيك بروسيس دي تزود النيوتروفيل بيحصل انكريز للإبنفرين ريليز والإبنفرين مسؤول عن الانكريز في الهارت ريت وكمان بيعمل انكريز في البلود بريشر والبلود فلو وده طبعا بيسبب وبيعمل لها في وبالتاني النوع ده من اللي هو الفسيولوجيك نيوتروفيلة احنا بيسميها سودو نيوتروفيلة لان هنا بيبقى زيادة الموجود في البلود بيبقى نتيجة لانضمام المارجنال للسنترال نيوتروفيلة بول وعشان كده ما بنيجي نسحب عين في البلود بناخد من السنترال والعدد بيبقى زيادة ولكن طبعا الزيادة دي مش حقيقية لان ما حصلش انتريز في البرودكشن من البون مارجن كل الحكاية ان حصل من المارجنال للسنترال نيوتروفيلة بول ري انترين الليمفويد تيشو نعطينا الليمفويد المفوض ان بيبقى لها specific circulation اللي هو الليمفويد circulation الليمفويد يمنع دخول الليمفوسايت في الليمفويد تيشو عشان كده بتفضل في البلود وجزيد عددها كمان الليمفويد بيعمل release الليمفوسايت من من الصوراسيك داكت اللي هي الدكتور رئيسية اللي بتوصل الليمفوسايت للبلود الابنفرن بيزود سرعة release من الصوراسيك داكت للبلود عشان كده الليمفوسايت بيحصل لها نوع الثاني من النيوتروفيلة هو stress neutrophilia واحنا بنسميه stress leukogram لانه بيغير معظم الخلايا الموجودة من الليوكوسايت اللي بلاقيها بنلاقي فيه leucocytosis النيوتروفيلة وزاوة lift shift برضو هنا ما بيبقاش فيه lift shift بيبقى فيه لينفوبينيا مولوسايتويدس وزينويني stress leukogram بيحصل نتيجة للsevere physical او emotional stress كمان فيها حالات الhyber adrenocortesis كمان بيحصل نتيجة للسيرابي او الايتروجيني في حالة ما بنعالج بيه الكورتيكوسترويد لفترة طويل الميكانيزم اللي بيأثر بيها الكورتيكوسترويد على الليوكو جرام وبيسبب النوتروفيلة اول حاجة انه بيعمل نتيجة للبون مارو ريليز لنيوتروفيل عشان كده بيزود العدد الموجود في البلود الحاجة التانية انه هو بيعمل من خلال انه هو بيعمل من خلال انه هو بيعمل يعني بيبنى ان النيوتروفيل تعمل على البلود بيسل وبالتالي النيوتروفيل بتخش في central neutrophilic bone وبتزود العدد ونتيجة لكده النيوتروفيل بتعمل لفترة طويلة من على حسب فترة الموجود وده بيؤدي للسيرز طالما انها تفضل في البلود المفروض انها تفضل فقط عشر ساعات وبعد كده بتخش فيه لو قاعدت فترة اكتر من كده بيحصل لها عشان كده ممكن نشوف داخل النيوتروفيل بالتالي الكورتيكوسترويد بيقدر يزود النيوتروفيل نتيجة لكده اكتر من اكشن اول اكشن اللي بيبقى موجودة على البون مارو بيعمل انتريد لريليز من البون مارو وبيطلع الماتيور فقط او بيطلعش الماتيور سيلف الماتيور سيلف اللي تبقى موجودة في الستورج بول بيقدر يطلعها في البلود ستريم الحاجة الثانية هو انه بيأثر على النيوتروفيل عشان كده بيزيد النيوتروفيل في البلود ستريم الحاجة الثالثة وهو بيمنع النيوتروفيل من البلود ستريم للفيشو كل الاسبات دي بتؤدي في نهاية الى زيادة النيوتروفيل اللي احنا بسميها الاسترس نيتروفيل الاسترس لوكو جرام زي ما قلنا بيأثر على باقية الخلايا الموجودة في اللوكو سايت اللينفو سايت بيحصل لها بيوضي الى النينفو ח谢谢 اللينفو مثса بيحصل لـ السبب الاولاني بيعمل اللينفو سايت داخل البلد والفعل عشان كده البلود السايت الدخل استخدام الكورتيكوس فرويد لفترة طويلة عشان كده Socard الآن بالنسبة للمونوسايت يعمل المونوسايتوزيز ده نتيجة الموجودة داخل المونوسايت بيبقى لها زي بزبط بيعمل بتوصل وبتزود تماما اللقوطة يسير على بيعمل 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 للازينوفيل داخل البلاد ستريم كمان بيعمل بيعمل من البول نارو وبالتالي بيقلل عدد وهو بيعمل لنا زينوفيلي في النوع التالت من وهو الانفلاماتري الانفلاماتري نيوتروفيلة من اسمها بتحصل نتيجة سواء ممكن يكون سواء ممكن يكون سبب سواء يعني primary or secondary سواء bacterial أو viral أو fungal أو parasitic agent ده بيؤدي للإنفلاميشن حاجة الثانية هو non infectious inflammation ذا اللي بيحصل في حالات الميكروزيس الhyper sensitivity الميول ميجياتي الديزيز والpost operative الابوراتوري فاينينج بيبقى موجودة في الإنفلاماتري نيوتروفيلي بيبقى في نيوتروفيليا وفي ليفتشفت هنا بيبقى في زيادة في الـ MTO cells اللي حنا نسميها ليفتشفت ويبقى orderly بمعنى ان احنا بنلاقي زيادة في الـ MTO cells يليها الباند cell يليها الميتامييلوسايت هذا اللي احنا بنسميه orderly معناه ان البوند مارو سليم وبيقدر يتحكم في release لانه زي ما احنا قلنا انه هو بيبقى related release بمعنى ان هو لازم بيطلع الماتيور الاول لو ما كفتش بيبقى يطلع الباند لو ما كفتش بيبقى يطلع المعداء اللي هي الميتامييلوسايت كمان بيبقى فيه lymphopenia وزينوطينيا نتيجة له good stress الموجود مع inflammation كمان بيبقى فيه monocytosis وبرضه نتيجة لل stress of inflammation وكمان بيبقى فيه hyperfibrinogen اللي هو زيادة في الفيبرينجن نتيجة للinflammation كمان من ضمن laboratory finding اللي هو سبب inflammation infectious agent فبنلاقي نيوتروفيليا تبقى accompanied by toxic exchanges يبقى فيه cytoplasmic بيزوفيليا cytoplasmic bacculation وبتدي الخلية foamy appearance كمان بيبقى موجود الدوه لbody و toxic granulation تبقى احيانا موجود الinflammation نيوتروفيليا بتحصل نتيجة للinflammation داخل antissue ونتيجة لوجود infectious agent او الremnant من destructed tissue بتؤدي لي زيادة cytokine اللي بتفرز نتيجة lymphocyte الماكروفاج اللي هو granulocyte colonist stimulating factor البعد كده بيروح للبون مارو وبيعمل increase information ويريليز من البون مارو عشان كده بنلاقي البون مارو بيصرع عملية الانتاج وكمان بيعمل increase ليه ريليز وبيطلع الماثيور والin mature cells اللي هي band cells عشان كده في bloodstream بنلاقي mature cells والبين بسل اللي هو indication في lift shift بعد كده بيحصل الماثيور وبتوصل للتشو عشان تقدر توقف الانفتتف ايجنت اللي هو موجود في وكل ما يزيد درجة كل ما يزيد تنميك ال granulocyte colonist وبالتالي بيتأثر على البون مارو بتعمل ريليز لتنمية ببيرة جدا من النيتروفيل ومعها الامتاج احيانا بيبقى في بعض انواع ما بيبقى عها left shift زي ما احنا قلنا في المكانيزم اللي فاتت left shift هو classic response ولكن في بعض exception وهو الميلد inflammation may not be severe enough to cause shift lift يعني لو هو inflammation بسيط مش محتاج يزود البون مارو بل بياخد الميتروفيل من blood stream وبالجه اللي بتشوه بيقدر توقف inflammation الحاجة الثانية اللي بيبقى فيها exception وهو long standing inflammation في الحالة دي production of neutrophil may be balanced with usage وفي الحالة دي ما بيقاش فيه left shift معنى ان لو inflammation استمر فترة طويلة البون مارو بيقدر يعمل بلانسل يعني بيقدر يزود الانتاج بتاعه بحيث ان هو بيغطي الاحتياجات ومش محتاج ان هو يطلع المتيو السيلز عشان كده ما بيبقاش في left shift بقية الاسباب اللي بتؤدي للنيتروفيلية بالاضافة للبينيفرين نيتروفيلية والسترس ليوكو جرام والانسلاماتوري ليوكو جرام النيتروفيل بتزيد في حالات الميكرويف في حالات الانتوكسيكيشن في حالات السيبير والسيبير والسيبير وكمان بتزيد في حالات الليوكينيا involving النيتروفيلية النيتروفيلية معناها decrease نيتروفيلية داخل وغالباً لما بيقل عن 2.5 بير مايكروليتر في الحالة دي احنا بناعتبرها نيتروبينيا بيبقى فيه ثلاث اسباب رئاسية بتؤدي لنيتروفيلية اول واحد اللي هو لنيتروفيل حاجة التانية وهو للنيتروفيل الحاجة التالتة اللي هو من البون مارو اول سبب وهو من البون مارو اللي بيحصل في حالات الأكيوت انفلاميشن داخل وبالتالي بيحصل من البلاد من البلاد من البلاد من البلاد من البلاد اللي بيحتاجة كبيرة جدا من الخلايا وبيبقى البون مارو لسه ما عملش كومبانسيشن انه هو يقدر يطلع السلسل السبب الثاني لنيتروفينيا وهو السيكوستريشن اللي بيحصل فيه حالات انا فيلاكتك بشوك او فيه حالات البكتيريا اللي افضل نيphyxenia والحالة دي احنا نسميها سوديو نيوترو فينيا لان في حالة انا فيلاكتك بشوك بيحصل لهيستانيم اللي بيعمل من central نييتروفيلك للمارجنال نييتروفيلك وبالتالي بيقلل العدد الموجود في اللي احنا بنقده في كمان في حالات البكتيريا بيعمل نفس بيقضي لي من المارجنال يعمل نيوتروبينيا وإحنا سمناها سودي نيوتروبينيا لأن هنا بيبقى الخلايا موجودة في البلاد ستريم ولكن بيبقى مارجنيتل على المارجنيم بتاع البلاد بيسل بوه السبب الثالث اللي يؤدي للنيوتروبينيا وهو ده بيحصل في كل الأسداب اللي تؤدي للدستركشن أو إيكتيبيشن للبون مارو ذات حالات الرادياشن السيتوتوكسيك دراج اللي تستخدم فيه علاج الكانسر كمان في حالات الابلاستي كمانية وبعض البيرال ديزيز زي الليوكينيا فيروس كمان في حالات الاندوتوكسينيا كمان في حالات الأكيوت ستيج أو ميني بايرال ديزيزيز كل الأسباب دي بتؤدي للدستركشن أو إيكتيبيشن للبون مارو عشان كده بتؤدي للنيوتروبينيا أو ديكريد نيوتروفيل تاونت في البلاد ستريم اشتركوا في القناة